السلام عليكم أحباء الكرام كما اتفقنا أنه سوف ننزل عدة فيديوهات منه تقييم برشلونة من بداية الموسم لحد الآن وماذا المتوقع منه والتشكيل الذي سوف يمشي في تشابي هرنديز كذلك عن ريال مدريد كذلك عن الدور الإسباني الإنجليزي وعفهم والستة الكبار فلذلك بهذا الفيديو سوف نكون عن برشلونة لا أعرف سوف تنزل هذه الحلقة قبل تقييم ريال مدريد أو بعده الله أعلم بكل أحوال فاصل صغير منذ أبو بشارة بالتفاصيل أبطالي الحبايق من الأبداء بالتفاصيل الطلب المعتاد هو أنك ما تنسانا من اللايك الرهيب وإذا حضرتك معنك بشترك بقناة تشترك وفعل زر الإشارات على الكل وإذا عملك هذه الشغلات مثل ما أخبرتك قبل شوي لايك وترك تعليق حتى يوصل هذا الفيديو الأكبر عدل ممكن من المتابعين حول العالم من عشاق كرة القدم وكونوا نحن نتحدث عن برشلونة أيضا البرشلونيين حول العالم حتى نكبر مع بعض يا أبطالي خلينا نحكي شو بنا نتكلم بهذا الفيديو أو بهذه السلسلة بما أنه حاليا عنا فترة توقف دولي عم نمسك فريق فريق برشلونة ريال مدريد ربما لبريمير ليج نعمله للستة الكبار فيديو واحد وربما لكل واحد منه فيديو الله أعلم هذا الموضوع بيجي حسب تيصير رب العالمين راح نمسك برشلونة ونمسك شو قدمه محليا شو قدم أوروبيا شو المتوقع منه كتشكيل وشو متوقع منه محليا بالدورة الإسبانية بالنهاية وكذلك أوروبيا هل ممكن يوصل شيء هل ممكن يحقق شيء ونظرتي وتقييمي بشكل عام لهذا الفريق من البداية وحتى اليوم واللي هو التوقف الدولي بعد الجولة السادسة بالليقة الإسبانية طبعا بالنهاية الموضوع لا هو سكريبت ولا شيء ما تعودنا إنما عم أمسك قدامي الأحصائيات وأحكي ولاقش معكم بشكل ودي كصحة بعدين مع بعض عم ندردش بأمور كروية مثل ما تعودنا برشة لونار من بداية الموسم لحد يعني لعب ست مباريات محليا بيحتل المركز الثاني وعنده 16 نقطة حقق تعادل واحد وبقية المباريات كلها كانت انتصارات فقط كان تعثر ما أمام فيا كانوا أتوقع ببداية الموسم وبعدين مسكوا هساسة انتصارات ما شاء الله عنه ويعني داع سورة ريال مدريد على الدحسة ب 16 نقطة كاملين خلف ريال المدريد متصدر ب 18 نقطة 6 مباريات حلوين تعادل 5 انتصارات 16 نقطة ما شاء الله تهديفيا الفريق هجومي الأقوى هجوم بالليقة الأسبانية سجل 18 هدف ممتاز برابو شابو شافي عمل هجومي أكثر من رائع مع العلم أنه بأول مباراة ما سجل ولا هدف فتخيلوا لو كمان مسجدين يعني كانوا تقطوا لعشرين هدف تقريبا دفاعيا استقبل فريق هدف واحد وهي نتيجة ممتازة جدا جدا على المستوى الدفاعي وتحسب أيضا لفريق شابو هالرانديز اللي بلش يأخذ هويتة دفاعية بشكل كبير جدا أو تدريجية من بداية الموسم ولا حد الآن وما شاء الله أنه تلقى هدف واحد كأقوى دفاع بالليقة الأسبانية وهذا أمر يحسب لهم وأقرب فريق لهم هو فيا ريال والذي تلقى هدفين ممتاز جدا على مستوى هذه الناحية أما بالنحية الأوروبية متما ما منعرف انتصر على فيكتوريا بلزن بلتشيكي بالافتتاح وبعدين انهزم أمام بير مينخ بهدفين نظيفين وبكل أمانة رح يتكلامي اللي حكيته بتحليل المباراة وأنه برشلونة ما كان يستحق نهائيا الخسارة بهذه المباراة على أقل لا ما في على أقل تقدير تعادل لا انتصار بكل أمانة لأنه برشلونة كان أفضل بكل شيء تقريبا اللهم هو فقط تركيزه بخمس دقائق فاتلقى هدفين غريبين يعني بكل أمانة والبير مقدم أفضل مبارياته لا لا برشلونة كان مسيطر بالطول والعرض لكن خانوا التوفيق خليني أقول من ناحية المهاجمين ولكن كان ممكن ينهي شوط الأول بنتيجة على الأقل نسميها عريضة أمام بير مينشين فلذلك انتصار وخسارة غير مستحقة إذن حصيلة برشلونة شافين بداية الموسم لحد الآن أنا فيني قيمة بأنه جيدة يقضروا لستة شهور بالموسم الماضي وحاليا تاني مواسمه فقط قم قضي ستة شهور لاعبين في عنده سبع صفقات تقريبا جديدة عم يغير جلده بشكل كبير ما يسمى بالأبقار المقدسة عم يجلسون عندك وبدأ يد موجه فريق من جديد يعني أنت ببساطة لو بتصفن بأسماء العمين برشلونة لا هذا الفريق جديد تقريبا بالمجمل بداية برشلونة بهذا الموسم كانت قدام رايو فييكانو لما تعادل 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 سلبي يعني ما سجل ولا هدف كان الفريق بتحس الكيميا عنده غريبة جدا ومانو متناسق مع بعضه ودل أماني كانت مباراة غريبة لأطوار سيطرت فيها برشلونة وتخطس 67% كأستحواذ فحرام ما كان يسجل ولو هدف وينهي المباراة بالنقاط الكاملة لكن بعدين رأى عند ريال سوسداد رزع برباعية مقابل هدف راح لعب مع بلد الوليد سوسداد فقط لأكثر الأقل بعدين عند إشبيلية ثلاثية نظيفة بعدين أمان فيكتوريا بلزن لتشيكي بلور الأبطال خماسية مقابل هدف سجل طبعا بدور الأبطال 5 استقبل 3 أهداف بعدين لعب مع قادش محليا رباعية مقابل لاشيء بعدين لعب مع البايرين مثل ما حكينا بعدين لعب إمام إلشي مؤخرا وانتصر بثلاثية مقابل لاشيء بمباراة كانت استعراض كرة وحيفيا لبرشلونة وكان ممكن تنتهي بسرك من الأهداف بكل معنى الكلمة لكن تحولت مباراة لمزيج من التبديلات بالشوط الثاني تقريبا وخفض ضررتا بآخر مباراة برشلونة وما زاد الغلة نهائيا شو تقييمة لبرشلونة بكل أماني أنا مع هذه التغييرات اللي صارت ببرشلونة على حد الآن وأنها تأيجا عم حقيقة وأقوى هجوم أقوى دفاع بالليقة الأسبانية حكينا قبل ليد الدوري أنه ماتيو أليماني وإخوان لابورتا عملوا كل شيء مطلوب منهم ووصف العمل على تشافي بالنهاية سيحاسب تشافي مع نهاية الموسم ومطلوب منه يوصل منيح بدوري أبطال أوروبا ولازم يجيب لقب محلي كأس دوري ما بعرف لازم يجيب لقب محلي لماذا؟ حتى يعوض الفاقد اللي حصل لميزانية برشلونة الاقتصادية كونه باع جزء من ريع أصوله يعني لهن الروافع الاقتصادية لأنه سيكون عندك فاقد أقل 65 مليون يورو إلى 100 مليون يورو لازم تعوضهم بجوائز على مستوى البطولات طبعا هذا جزء من التعويض كان في فيديو كيف يعوض برشلونة شرحت فيه بشكل كبير لكن لازم يعوض رياضيا بكل تأكيد بواحدة من هذول البطولات ويمشي منيح بدوري أبطال أوروبا كونه الريع فيها لا بأس فيه أيضا بالنسبة لتشكيل برشلونة وتوقع فيه وخليني طبعا آخر شي بحكي هل ممكن يحقق شيء محليا أو أوروبيا بالنسبة لتشكيل برشلونة أنا نظرتي بعد التغييرات والحفظ اللي عملت شافي هراندليز عن مستوى التغييرات وأكثر من تشكيل اللعب فيه لعب بستة تشكيلات مختلفة تقريبا تشافي من بداية الموسم لحد الآن أنا بشوف أنه خليني بدأ من انحراسة ونتقدم للأمام خطوة خطوة شتاقيا أكيد مكانه أساسي أكيد أكيد بالنسبة للدفاع بيكين ما أتوقع أنه عاد له مكان أساسي خلص الرسالة وسط أن أنت احتياطي ربما تنزل وربما ما تشوف من اللعب نهائي من هنا لنهاية الموسم فخليني نشيل بيكين نهائيا شو عندك قلوب دفاع أنت عندك أكثر من اللعب يلعب قلب دفاع عندك كوندي عندك أراوخو عندك إيريك جارسيا خليني تقريبا أتوقع أنه هؤلاء الأساسين وما أتوقع في لعب غيره نهائيا حتى ما أنسى نهائيا ما أتوقع في أي لعب ممكن لعب قلب دفاع غير هدول بيكين قلنا خليني ننسى نهائيا فلذلك أتوقع أن الثنائية الأساسية رح تكون هي ثنائية أراوخو وإيريك جارسيا أنا بميل أكتر لهذا الموضوع بالمباريات اللي بدك ظهير أيمن صلب 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 بكل معنى الكلمة يعني كونه أصلب ما عندك فرح يكون كوندي بمباريات ثانية رح يبدأ أراوخو وإيريك جارسيا يعني أنا بميل أنه هيك يكون الموضوع ويكون هكتور بيليرين هو ظهير الأيمن هيك يرى أن الموضوع ماشي بكل أمانة لكن ببعض المباريات سيذهب إلى تشافي لخيار أيضا سيرجي روبرتو يكون مكان كوندي كظهير أيمن لماذا؟ الفكرة بكل بساطة أنه سيرجي روبرتو وصل إلى مرحلة أو لفل معين حكيناها من كم يوم كنا بالبث المباشر وصل إلى لفل معين وما حسن يتخطى خلاص وقفون الزلمة كرة قدم ما يعرفي تطور أكتر من هيك لكن الملفت للنظر بسيرجي روبرتو هذا الموسم أنه تطور بدنيا بشكل رهيب بكل أمانة بدنيا الذي يلاحظه بالتدريبات الذي يلاحظه التغير الجسماني عليه لا اللاعب تغير بشكل كبير إذن اللاعب عم يتعب عن نفسه يعرف حاله هذا التوب ليبل اللي عنده وأنا جاهز أن يقدم كل هذا الشيء على أرض الملعب مع برشيلونة فأيضا سيتم العتماد عليه ببعض المباريات خاصة المباريات التي تكون بالمتناول حتى يريح اللاعبين الآخرين ولا ننسى أنه عنده توليفة كبيرة جدا عندك لكتور بيليري ممكن يلعب بهذا المركز عندك كوندير ممكن يلعب بهذا المركز عندك لما يكون عندك نفاثات كأجنحة عند الخصوم ممكن تودى أراوخه على الجبهة اليمنى وما أتوقع طبعا يلعب فيها بشكل كبير أما على الجبهة اليسرى فهون عندك لاعبين بالدي والذي يبدو بأنه أكس على جوردي قلبه ويبدو بأنه حبسوا بالدكة من هنا حتى يريح اللقاء الأرض دعونا نكون واضحين لأنه في اليوم الذي لا يزال فيه بالدي سيكون فيه ماركوس ألونسو جاهز وخاصة المباريات الكبيرة التي بدها الخبرة فعنده تنوع كبير جدا وأكتر ممتاز على مستوى خط الدفاع بالنسبة لخط الوساط عندك كثرة من اللاعبين تستفيد منه عندك كيسيا دي يونج بيدري جافي بوستكت كان لدينا سابقا عدة لعبين آخرين يانيتش نيكو جونزالياس كل هذه اللاعبين طبعا طلعوا مثل ما نعرف لكن ما تبقى من اللاعبين ما لدينا اللاعبين أيضا يلعبون بخط الوسط نهائيا هذين عدناهم تقريبا ففينا نعمل توليفة حلوة منهم بحسب أجواء المباراة مثلا أمام الشيء بآخر مباراة نزل بكيسيا دي يونج بيدري هذا الشكل هو الشكل اللي أريد أن أرى بالمباريات وهو الشكل الأول بحيث أن الفريق يلعب كمحور مزدوج كيسيا و دي يونج بجانب بعض واحد منه الريجيستا والذي هو كيسيا والثاني فرينكي دي يونج والذي يصفل لما يتقدم كيسيا مع بيدري بالحالة الطبيعية يكون ثنائي ومثلث رأسه للأمام يكون بالأمام بيدري وهو يزيد مع المهاجمين حسنا؟ حسنا هذا الشكل يمكن أن يتغير كما قلت لما يتقدم فرينكي سيا وهذا ما نرى بآخر مباراة لكن المطلوب من فرينكي دي يونج بهذا الشكل تحديدا وأنا أتمنى أن هذا الشكل يكون الذي يطغى عبر الشلون البقية الموسم خاصة بالمباريات الكبيرة المطلوب من دي يونج أنه يتطور أكثر من ناحية التمركز الدفاعي التمركز بحد ذاته لأنه عندما بدأ المباراة أمام هذا كان في بعض الأوقات حكيت فيها عندما حكيت عن المباراة نفسها أنه لا فرينكي دي يونج يجب أن يتعبع أكثر بالتمركز لأنه هذا التمركز يتضيع تأكل 17 جول وكلهم يقع في ظهرك يجب أن يكونوا واضحين لكن هذا كان أكثر ونحن لم نشتغل في هذه المباراة فقط يتعبع بالتمركز بشكل أكبر وفرينكي سيا يتعاون معه بشكل كبير الذي يصفى عنه أنه هناك لعبين آخرين وهي بوسكتس وكذلك جافي هذا الموضوع يفتح لك مجال للمداورة بوسكتس في بعض المباراة السهلة والمتناول يمكن أن يلعب لك ومشي لك بمباراة كبيرة لكن لا يضغط على الوسط بشكل كبير فريق لا يوجد الضغط لأنه لا أقول قدام ليفربول لتنزل ياو لبوسكتس هم تكون مصيبة كمثال ليفربول يعز طبعا ليفربول ليفربول الحالي بلاحظة تصوير هذا الفيديو لكن ما معناه الفرق الحادة على مستوى خط الوسط فلا سينزل بوسكتس في هذه المباراة يمكنك تسفيد منه بالتدوير وتدوير الوقت قدر الأمكان أما على مستوى الأمام والمحاور فعلنا في لاعب ثاني وهو جافي جافي أيضا يعطيك خيارات لما بدك تضغط بالثلث الأول من ملعب الخصم يمكنك تنزله مع بيدري بشكله لك ضغط رهيب جدا وهذا الشيء يستفيد منه برشانل بشكل كبير لكن بالمباراة اللي بدها خبرة أعلى شوية ما سينزل جافي بسبب موضوع التهور لا سيفضل عليه أكيد إما بيكون بوسكتس بالخلف أمام بيدري وديونج أو بيكون ديونج بالخلف أمام بيدري وكيسيه يعني بغض النظر في أكثر من شكل يمكن يستفيد منه لكن جافي للمستقبل سيكون أكيد له دور أساسي مع برشلونا لكن الخلاصة أنه أنت عندك على الأقل خماسي يمكنك تستفيد منهم بالوسط وتأخذ أكثر من شكل حتى تلعب أربعة أربعة ثانية ببعض المباريات بكل الأفكيد يمكنك تستفيد من هذا الموضوع مثلا تلعب بثنائي محور مزدوج كيسيه وفرينك ديونج كيسيه وكيسيه يمكنك تستفيد من هذا الشكل بكل تأكيد بالنسبة له خط الهجوم لديك خيارات ولكن الأساسيين تقريبا واضحين لديك رافينيا لديك دمبلة لفاندوسكي لديك انزوفاتي لديك كذلك منفيس دي باي نحاول رجع حتى لا يكون لعب لنظلم ولا لعب نهائيا تقريبا تلعب في رانتوريس والله لسيان يلعب برشلونا أنا أرى أن الشكل الأساسي الذي يواضح عند برشلونا والله لا جدال عليه رافينيا دمبلة لفاندوسكي انتهت القصة اعتبقى لا يوجد داعي شرح أكثر من ذلك انتهى الموضوع وانزوفاتي سيكون يدور معه مثل ما تعودنا حتى يسترجع عافيته وانزوفاتي من هؤلاء سيسترجع عافيته حتى نكون واضحين ويسترجع اللمسه على الكرة والريتم بشكل جيد جدا فبدأ وقته من ناحية دي باي دي باي سيلعب مكان لفاندوسكي ببعض المباريات الصغيرة ينزل كبديل مثل ما حدث في اخر مبارات يريد ان يشترك بعض المباريات الصغيرة لكن الكبار لا اكيد محجوزين روبرت ليفاندوسكي وايضا موضوع فرانتوريس فرانتوريس يسئل كثيرا لماذا يشاركه تشافي هل انا بشوف انه كونه اندريكي مصرع عليه ربما انا معمول اكيد ربما يكون فيه شيء هذا اللاعب نحن مشايفينه الله اعلم من تركه للزمن لكن هل انا مؤمن بهذا اللاعب شخصيا لا وانا بروح بانه لانه اسباني ولانه دفع فيه 55 مليون يورو بكل امانة هذا رأيي شخصي هل خلينا اختتم ببرشلونا محليا اوروبيا محليا هل ممكن هذا الفريق يحقق بطولات ايه كأس ليجا ايه ممكن هذا الفريق يحقق بطولات هل قادر قادر بكل تأكيد لانه هذا البرشلونا اخذ دفعة معنوية رهيبة جدا واخذ سلطة انتصارات انا بشوف صعب ايقافه فيها بكل امانة فريق قادر يرفع الرتم والحدة بشكل رهيب على اي نادي انا اتبقع له انه بحسن يحقق لقب الدور الاسباني بكل امانة واتبقع انه صراع بينه بين ريال مدريد حتى نهاية سيتقطة 80 بل ربما يصل الى 90 نقطة من هون لنهاية الموسم هل اكيد سيحقق انا ما بعرف لكن المتأكد منه انه سيناطح ريال مدريد راس راس من هون طيب اتبقع انه ببرشلونا لو هل سينتصر على بيرو مينيخ شوف انا بالكام اتبقى انه سينتصر وعلى انتر سيأخذ ذهب اياب انا هيك حاسس وعلى فكتوريا بلزن سيفوز باخر مباراة لو زبطت مع برشلونا وطلع اول هاد البرصة سيروح بعيد بدور الابطال هلا اني انك حققه ايمني من الموضوع ما بدي جازف كثير لكن كسكواد بيحسن ناطح بدور الابطال ولو طلع اول سيبعد كثير بلد شاميونزديك بنهاية احبائي الكرام كانت مجرد ارائي شخصية اكثر والاقل اتمنى انكم تضعوا لي ارائكم بخانة التعليقات واستنوني ببقية الفيديوهات على ريال مادريد او حتى الدوري الانجليزي المنتاز لايكاتكم وتعليقاتكم احبائي الكرام اشوفكم على خير والسلام عليكم مساعدة شكرا します